وأيضاً أرحب بأخي العزيز اللواء منصور التركي وأهنيه الحقيقة وجميع الزملاء في القطاعات الأمنية على الضربات الاستباقية المتميزة للقضاء على الفكر الضال ويمكن شيء جميل أنه أصبحت طلة اللواء منصور هي نوع من البشرة لأخبار سارة في كل مرة نشوفه وطلب أبرجوه في بداية اللقاء خلينا نشيل كلمة المخاوف الحج خلينا ننتقل للإنجازات في الحج التفاؤل الأمير خالد فيصل كان سبقنا في تصريحه قبل شوية في التقرير والأمير خالد حمر راية الانتقال من ثقافة الإحباط إلى ثقافة التفاؤل نحن بالعكس في الحج فرحين بهذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بها لخدمة ضيوف بيته الحرام هذه الخدمة الشرف نعتز به جميعاً كل مسؤول في المملكة العربية السعودية كل عامل كل مواطن يرى هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تحمل الكثير من الخير تحمل البشرة تحمل الإحساس بالإنجاز وعودة على سؤالك الحقيقة رحلة الحج رحلة طويلة ممتعة تحمل كثير من الحقيقة الجهود الكبيرة لكن المميز فيها أن نرى كل عام شي جديد رحلة الحاج من تبدأ من وصوله للمملكة العربية السعودية إلى أن يغادر المملكة العربية السعودية يمر كل عام بمشاريع جديدة السنة هذه نحمد الله سبحانه وتعالى أن الصلاة الحديثة في مطار الملك عبد العزيز أصبحت جاهزة بكامل طاقتها وقدراتها جسر الجمرات ولله الحمد والشكر الآن أصبح جاهز بكل أدواره المسعى اليوم أصبحت التوسعة العظيمة التي رعاها وتبنىها خدم الحرمين الشريفين الملك عبد الله جاهزة لاستقبال الحجاج المشاريع المختلفة نحن نرى في التقرير سكة الحديد وما يتم تجهيزه مشروع سكة الحديد مكة المدينة أيضا تحت الإنشاء فالرحلة شاملة وكبيرة وجيدة في مكة المكرمة التركيز اليوم ليس فقط على المشاريع الإنشائية أو المكانية إنما وضع رؤية شاملة تنموية متكاملة دعا من خلالها سمو أمير المنطقة كل مهتم ومتخصص من الرجال والنساء في ورشة عمل حضرها أكثر من 120 مواطن ومواطنة وخبير وخبيرة في مختلف المجالات طرح سؤال على الجميع ماذا نريد مكة المكرمة أن تكون عليه في المستقبل ما هي الصورة التي نأمل أن نرى مكة المكرمة عليها في المستقبل هذا السؤال بعد ورش عمل كثير وأنا لا أخذ وقت طويل في شرحه تم الخروج برؤية استراتيجية تنموية لمنطقة مكة المكرمة هذه الاستراتيجية مبنت على المحورين الأساسيين بناء الإنسان وتنمية المكان في تنمية المكان هذه المشاريع العملاقة والجبارة أنا أسميها مشاريع الشيك المفتوح أي مشروع وضعت مليارات الريالات لتحقيقه وتنفيذه لم تبخل حكومة خادم حرمين الشريفين على أي مشروع من هذه المشاريع الجبارة والمتميزة عندما ننظر لمطار الملك عبد العزيز مثلا في منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة نجد أنه مشروع يتجاوز تكلفته 17 مليون مليار ريال سعودي عندما ننظر إلى شبكات الطرق وسكاك الحديد نتكلم عن مليارات الريالات عندما نتكلم عن سكة المشاعر نتكلم عن أكثر من 6-7 مليار ريال سعودي عندما نتكلم عن مشروع الجمرات عندما نتكلم عن توسعة الحرمين الشريفين هذه كلها مبالغ الحقيقة مالية صخرت الهدف الأساسي منها لخدمة ضيوف الرحمن ترجمة نانسي قنقر